كلنا امال وطموحات ما بتخلص مع منتخب مصر نروح يبقى عندنا شوية احباط من تصفيات كاس العالم تروح كاس الامر الافريقية نوصل للنهائي وكان عندنا امال وطموحات ان احنا نكسب البطولة وعلى اخر اللحظة ما نكسبهاش بدربات الترجيح تروح بس الامل قائم وكل حاجة في حياتنا بتتغير وبتتجدد عشان كده هي صفحة جديدة لمنتخب مصر مع مدير فني محترم وقدير جدا له في كل خطوة من خطواته التدريبية بصمة وبصمة واضحة ورائعة عشان كده متفقلين باسم محترم هو الكابتن اهاب جلال متفقلين بعناصر رائعة في منتخب مصر في مشوار مش كبير مش صعب ان شاء الله ما يبقاش كبير ولا يبقى صعب مشوار تصفيات كاس الأمم الأفريقية نسعد ان شاء الله لكاس الأمم الأفريقية واحنا طموحاتنا هي البطولة البطولة نفسها الفوز باللقب نفسه مش مجرد تصفيات بس لازم ناخد كل خطوة بجد واكتهاد كبير جدا فيش حاجة سهلة احنا نلعب النهاردة مع منتخب اسمه المنتخب الغيني عنده عناصر مبيزة طبعا ابرزهم على الاطلاق هو نبي كايتة زميل محمد صلاح في ليفربول لكن عنده عناصر كتيرة وحنتكلم عنها على مضايا الحلقة عناصر كتيرة مهمة ومميزة فاحنا المنتخب اللي هنواجهه النهاردة هو منتخب كبير ومنتخب قوي مفيش استهتار والأهم انها تجربة أولى للكابتن اهاب جلال تجربة الثقة اي نعم اي نعم ودي حط تحتها مليون خط دي اول مباراة مفيش مدرب بيتحكم عليه في اول مباراة وده اللي قاله النهاردة بالمناسبة كابتن اهاب جلال انا لسه محطتش البصمة بتاعتي لسه محفظتش اللعيبة طريقة لعبي بشكل تام وبشكل كامل ده منطقي وطبيعي فيش مدرب ابدا يتقايم على اول مباراة اه احنا مستنيين الفوز ومش نتيجة تانية غير الفوز ونقدر نكسب وحنا الافضل اكيد اهنا بقول المنتخب الغيني منتخب قوي ولكن احنا اقوى وعلى ما لعبنا فهنكسب ان شاء الله بإذن الله نكسب سكور الاحوال هي مباراة مايتحكمش فيها على اي مدرب مش بس الكابتن اهاب جلال نتفرج نقول يا رب نكسب لكن ما تستناش قوي مش شرط يعني تلاقي اداء ممتع مش شرط قوي تلاقي انك سمنا سكور مش شرط قوي تلاقي المباراة ميسرة من الديئة الاولى مش شرط كل ده مش شرط ليه ده مدرب جديد نديله الدعم نديله المساندة اللي حصل حصل هتقول يعني ايه اللي حصل حصل هو الكابتن اهاب جلال عنده مش كده لا طبعا يعني انا دائما وكررت الكلام ده اكتر من مرة لو الاختيار على مدرب وطني فالكابتن اهاب جلال افضل افضل الجميع مش تقيمي بس خطواته وبصماته على الفرق اللي اشتغل فيها بتقول انه كمرشح وطني مدرب مصري لكابتن اهاب جلال ما فيش بعد كده بس بقول اللي حصل حصل ايه عشان بعض الناس اللي كان عندها تحفظات بعض الناس اللي قالت كان ممكن فران افضل او فران افضل كل الكلام ده حطه بقى على جنب انت دلوقتي هتشجع منتخب بلدك منتخب مصري هتساند المدير الفني لمنتخب مصري هو ده الطايتل بتاعه هو ده المسمى الوظيفي بتاعه احنا منتعامل مع المسمى الوظيفي اي حد اي شخص هيبقى في المكانة دي له منا كل الدعم والمساندة دائما كلنا مش بتكلم على اعلام كلنا كجماهير ده مدرب منتخب مصر مدرب منتخب مصر ده معناه ايه معناه نهدى ننبسط نفرح بمنتخبنا نساند منتخبنا نرفع عملنا مع الموديل الفني لمنتخبنا ومع لعبي منتخب مصر بكل هدوء هي صفحة جديدة انسوا بقى الصفحات اللي فاتت اللي عجبته الصفحة اللي فاتت عجبته واللي ما عجبتوش ما عجبتوش هي صفحة وتقفلت احنا دلوقتي في صفحة جديدة مع الكابتن اهاب جلال الراجل ده المحترم ده المهزب اللي دماغه كلها كورة خد بالك انت ممكن تحسب المديرين الفنيين او المدربين بحجم النجومية كلاعب كابتن اهاب جلال على فكرة كلاعب كبير بالمناسبة بس طبعا عشان اهلي وزمالك فدايما النجومية بتاعت لاعب الاهلي والزمالك هي اللي بتبقى طاغية لكن على مستوى التدريب اسأل اي مدير فني في مصر اي مدير فني في مصر زي ما بيقوله كده ايه ولاد الكار الواحد ما بيشدوش ببعض غالبا هيقولك لأ اهاب جلال مدرب صعب اهاب جلال مدرب كبير اهاب جلال لما بنزع لعبه مطش بعمل الف حساب مع اي فرقة كان بيدربها ليه عنده حاجة في الماغو عنده فكرة حقيقة عنده شغل فني بيعمله كل ده هيحصل ان شاء الله لمنتخبنا بس مش من اول مباراة مش منطقة يعني ولا من تاني ولا من تالت مش بقول ان اول تاني وتالت دول هنضح بيهم لأ بس الشكل الحقيقي المنتخب مصر تيجي تقول ايه ده منتخب اهاب جلال ده المنتخب اللي بيلعب بطرقية اهاب جلال ده شكل اللعب بتاع اهاب جلال ده محتاج شويت وقت ومحتاج شويت مش شويت محتاج كتير من المسندة كتير من الدعم كتير على فكرة حمش بندعم بمنطقة اللي هو ايه هترى ايه النهاردة قدام الكاميرات وقدام تيليفزيون فلازم ندعم مندرب منتخب مصر وندعم منتخب مصر هو مش كلامه خلاص هو مش كلامه خلاص ده كلام لازم يحسسنا كلنا في شعورنا كلنا في عقدتنا كلنا ان منتخب بلدنا اللي شايل عالم بلدنا بيلعب نسنده ونحفزه وده ما يمنعش ابدا بعد المباراة نيجي نقول والله يا كابتن اعاب جلال كان المفروض ينزل بتشكيل كان الاحسن يبدأ بفلان عادي كلها بنتكلم في الكورة بس بعد المباراة والله يا كابتن اعاب جلال كان تغييراته اتأخرت شوية تغييراته كان المفروض يحصل فيه ده كلامنا دي قرأنا نقول رأينا ما فيش مشكلة بس لا تقليل من الرجل ولا تقليل من لعيب منتخب مصر ومسنده كاملة ما فيش ما يمنع ان احنا نتكلم في الكورة انا قلت الكلام ده بكلم كنت بتكلم على بيت سمو سماني احنا واحنا هنا في مصر كلنا جماهير واعلام وكله ننتقد مثلا او نقول رأينا في بيب جورديولا نقول والله بيب جورديولا اخطأ خطأ كبير جدا لما خرج دي بروين ورياض محرس في مباراة ريال مدريد في دورة ابطال اوروبا بنقول رأينا في بيب جورديولا وفي بعد كده راجل ايه احسن مدرب في العالم ربما احسن مدرب في التاريخ في بعد كده عبقرية عادي بنقول رأينا في اي حاجة كل واحد بيحب الكرة من حقه يقول رأيه